اشتركوا في القناة عن سرته الذاتية هنجمعنا لكم تفاصيل كتير هنقولها لكم النهاردة من خلاله هو تقريبا عمل 111 عمل فني اشتغل مع كبار النجوم ومع كبار المخرجين كمان عنده ثلاث أولاد الزوج تجاوز ثلاث مرات هو ابن الأب مصري وام اسكتلندية خلي نهاردة رحب بس بضفنا الموجود معانا نهاردة في الاستوديو وان هو اللي هيعرفنا نهاردة حاجات كتير جدا تخص الفنان والراحل أحمد رمزي هيكون معانا نهاردة ضفنا الكاتب والنقد الفني محمود آسم صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم وستاذ محمود نورتنا نهاردة في نهارك سعيد ويمكن المناسبة مش سعيدة قوي بس هنبقى مصطين أكتر بحضرتك لما تكلمنا عن السي في لخص الفنان الراحل أحمد رمزي شكرا جزيلا هو طبعا في حالة حزن وحالة دهشة رغم أنه عنده 82 سنة لكن الناس شايف الماضي بتاعها في هذه الشخصية وهو حد بيسموه وحيد أو فريد يعني الشخصية دي يونيك يونيك الشخصية دي ما تكررش تاني سواء في الحياة أو على الشاشة والشخصيات اللي جسدها وبالتالي ففيه إحساس بالخسارة وأنا بالحماسة على سبيل المثال كتير أول من الناس تتكلم بالليل يعني يعني يسألوا عليه وحادة تقوله دهشة دهشة أن أحمد رمزي رحل رغم أنه شبه توقف عن العمل السينمائي بشكل حقيقي أكتر من حول 25 سنة أو 30 سنة ويشتغل بعد كده لكن هو أحمد رمزي بالنسبانا هو اللي كان يقف الدم فاتر حمامة اللي بتغنيله صباحا يطلع مع شادية هو كان حلم لكل البنات على فكرة ومازال لحد الوقت كل البنات كده لما بتيجي تقول لها أنت إيه فتأ أحلامك مواصفات فتأ أحلامك تقول لك يعني حاجة شبه أحمد رمزي في الشقاة وفي الشكل وفي المودرن وفي اللبس وفي الطريقة كل حاجة مسألة المودرن دي أو الستايل بتاعه ده هي دي أهم حاجة في أحمد رمزي لأنه هو يعني كمان شخص مصقف يقارئ ويقدر يتكلم كويس فإذا إن شهوم ممثل فقط يتحركوا الكلمات المؤلف أو التعليمات المخرج لكنه شخصية وده كان بيبان من البصمة اللي بيسيبها في الشخصية لأنه لو حطيت مثلا ممثل تاني غيره أكيد كان هيقضيها بشكل مختلف تماما بالضبط عايز أعرف سيفي الفنان أحمد رمزي الفنان الراحل أحمد رمزي عايز أعرف سيفي عنه يعني تولد سنة كام كان له إخوات والده كان بيشتغل إيه يعني حاجات تخصه هو اسمه رمزي محمود عزم أسموش أحمد رمزي لا لا اسمه رمزي محمود عزم أحمد يبت حتى وممكن لو كان رمزي محمود كابلوس كتير ده مين اللي اختار له بقى أحمد التاليبا هو هو نفسه أول حلم حليم المخرج اللي عمله أول أفلامه هو كان أول فيلم له وأول فيلم من عبد الحليم وأول فيلم من حلم حليم نفسه وأول فيلم من عمر الشريف برضو ولا لا كان سراعة في ميناء سراعة في الوادي كان سراعة في الوادي وبعدين شويتين الصحيح وهو لها حكاية يعني هو كان دايماً أصدقاء بسأول أول معلوماته وبعدين نتكلم على بداية هو والدته سكوتلندية وبابا طبيب مصري هم من أسرة راقية سكنة في مصر جديدة مصر جديدة هليوبلس لسه مكادش يعني كانت شبه فاضية كانت منطقة راقية جداً منطقة راقية جداً وفاضية جداً زي ما شفناه كده مثلاً في الواسدر الخالية قبل كده بشغال وهو تعلم في المدارس في أكتر مدرسة يعني تقرأ عدد المدارس السنوية والتدائية اللي درس فيها تستغربي من كترها معنى كده أنه هو كان شائع جداً تنقل كتير ولا كتير جداً كتير جداً في معلومات متنقضة حكاية علاقته بالتمثيل في حد بيقول أنه كان بيمثل في مسرحياته وعمل شخصية هاملة شكسبير وفي حد بيقول لا هذا هو ما كانش يزهن خلص له في التمثيل وأن كان مع حلم حليم وعمر الشريف كانوا أصدقاء كانوا أصدقاء جداً في بلياردو ده دل اللي هو قدمه عصر أو عصري فشافوا حلم حليم واختاروا أنه يبقى واحد من الثلاثة اللي يمثلوا الشخصية دي حد بيقول أنه كان هو يتمنى أن يوسف شهين ياخده معاه يطلع في السراعة في الوادي مخدوش وبرضه يتمنى أنه يروح معاه في الفيلم الثاني اللي هو شهتان الصحراء شهتان سنة الخمسين برضو ما أخدوش لدرجة أن المعلومات اللي وصلتك أنه راح يشتغل مساعد نصور يقفوا على الكاميرا في فيلم شهتان الصحراء عشاني بقريب من صديقه عمر الشريف وقريب من يوسف شهين كانت تعلاقة يعني شديدة جداً وكانت مختلفة يعني صراحة في الفيلد ده أو في الميديا يعني ندرنا قوي لما تلاقي ناس حب على مدار كل السنين كل السنين وهو ده بنقوي في فيلم التالث تقريباً لعمر الشريف أو الرابع الثالث لعمر الشريف والثاني لأحمد رمزي اللي هو سراع في الميناء من يوسف شهين حس بقوة العلاقة بين الاتنين جابهم من الاتنين وتلاحهم لإخوة الأعداء ده كان فيلم رائع فتن حمامة فتن حمامة وفيلم الأفق بتاع كله الجمرك أو الميناء في اسكندرية وقصة أشبه بالقصة الدرامية القوية أو المقارنة بين الشاب الغني الوسيم وبين الحبيب الفقير والحجزة رجب والعائد وهو البنت اللي بتحبه ففي الفيلم ده الاتنين إخوة بيقول لهم علاقة بنفس الفتاة لكن هي بتفضل واحد على الثاني عشان ده أخوفه فبيضحي عشانه فلكن فيلم قدي راقي طبعاً كانت معه فردوس محمد حسين رياض اللي كان دايماً بيطلع معه فده يبين قدي إيه إنه عمرش إنه ريسوف شهين احتك بيه وعرف قيمته وعطاله الدور ده فيما بعد بعدها بسنتين سنة الثمانية وخمسين يوسف شهين جابه فيلم اسم حبي للأبد أنا قريت في أحد تصريحات إن يوسف شهين اعتبر إن فيلم حبي للأبد ده كان التاني فيلم النادية لوت فيه هو أعظم أفلام أعظم أفلام أحمد رمزي أعظم أفلام موعداً ممكن نقول أعظم أفلام أحمد رمزي إنه تمثيله فيه كان مهمة جداً أعظم أفلام يوسف شهين يعني هو نفسه ألعى نفسه إنه ده فيلم لأنه هو فيلم فعلاً سابق لأوانو رغم له قصة حب من الخارج لكنه هو فيلم سياسي فعلاً تتفنن النادية لوت فيه ومقام نادية لوت فيه يعني إيه موروطة أو متورطة في جريمة فهو بيدافع عنها وأخوه عايز يبقى عيده مجلس أمة فمش عايز أخوه يبقى موروط فبأي حال من أحوال عايز يبعدها يدي القضية للستة هي نفسها أن الرجل السياسي ورجل مجلس الشعب هو في الأخ خالص هو شخص سلبي وشخص ميام شرير الفيلم يعني شرير الفيلم نعم مظبوط يعني فأحمد رمزي أول فيلم بتاعه يعني نمليج نكلم عن أمامنا الحلوة أمامنا الحلوة فعلاً فيلم عكس أيامهم الحلوة ثلاثة عبد الحليم أول فيلم له أحمد رمزي وعمر الشريف الثلاثة بعد كده انطلقوا بالرغم أنه ده كان أول فيلم اللي فنان أحمد رمزي بس حيث أنه هو في حرفية أنا مش عارفة يعني أنا بمتفرج على الفيلم بحيثش أن ده أول فيلم لي بحيث أنه مثل ويف قدام كاميرا قبل كده كتير ويعني مش حافظ سنر يعني حسن هو بيمثل بجد هو حدرتك أنا هنأخذ الجملة بتاعتك أو العبارة اللي هي حرفية وحنقول إنها تلقائية هو تلقائي هو على سجيته يعني هو قدام الكاميرا زي ورا الكاميرا بيتصرف بتلقائية فبالتالي مخافش من الكاميرا وتصرف بالتلقائية بتاعته وطبعا في الفيلم مقايم ببدور اللي بينافس عبد الحليم على حب جارته لكن هو اللي بينزل ساعة المعركة دي فرامزي ده بينزل وبلو طريقة كده في الدرب يروح ناطط قدامه أحد خفيف أول فنان أحمد رامزي تقريمها كان موليد سنة كم؟ سنة تلاتين هو موليد مايو سنة تلاتين وطولت فيه عمر الشريف يعني هم رايبين من بعد كلهم كلهم رايبين من بعد سنة تلاتين دي مثلا فيها هندرستو فيها شادية فيها الأسماء دي كلها ربنا يديها صحة الفنانة شادية وعبد الحليم قبلهم بسنة ده موضع جيل بقى يعني بدأ يقول لنا باي باي سوأحد وراء الثاني ربنا يديها صحة ربنا يخلي الفاضل يا رب الفنانة فاتت حمامة يمكن دويتو بينهم كان كتير يعني عملوا مع بعض أكتر من فيلم وكانت بداية بداية واحدة وبرضو أعتقد كانت نهاية وعدني حتى لما الفنانة فاتت حمامة قررت الرجوع مرة أخرى للشاشة سواء كان في الدراما يعني كان في الدراما من خلال وجه الأمر اختارت أن الفنان أحمد رمزي يكون معها فهما ابتدوا مع بعض وتقريبا كانت النهاية يعني من خلال مسلسل وجه الأمر كانوا مع بعض عمل برضو في النص أفلام كتير جدا زي القلب له أحكام وحب ودموع وصرعة في المينة زي ما حدرتك قلت فالعلاقة اللي بينهم دي كانت على الشاشة كانت فعلا الكيميا دي عالية جدا وعشان هيكت وعمر الشريف بيحبوا بعض فكانوا عارفين بعض كويس فعشان كده بيعرفوا يمثل مع بعض هو الجيل ده صداقات قوية جدا وكيميا بينهم وبعضهم يعني فاتت الحمامة مثلا على سبيل المسل كانت تحب قوي وحيد فريد كحد يصورها أول مخرج يختاره فهو أحمد رمزي كان عامل نفس دويتو اللي زيه زي عمر الشريف وحيد مين حضرتك وحيد فريد وحيد فريد شابيان في صور وشها يعني هو من أعظم المصورين فكانت هيب تحب تشتغل معه وحب تبريد تشتغل مع بركات وهم دائما كانوا بيختاروا هذه الأسماء أحمد رمزي كان بيشتغل مع حلم حليم كتير وهو اللي عمل له قلب له أحكام فهو اللي اكتشفه وهو اللي عمله أيامنا الحلوة فكان يحب يقدمه فهم عملوا مع بعض دويتو فيه كيميا رهيبة جدا واللي لا أهلا ما نعرفوه هذا مثلا كان آخر فيلم كان فيه مسلسل تلفزيون عبارة عن مجموعة حلقات اسمه حكاية وراء كل باب فهو واحد واحد من الأبطال في الحكاية دي وخدوا أربع قصص منها تلعوا على الشاشة في السينما من أجمل أدوار أحمد رمزي على الشاشة هو حكاية وراء كل باب دي قصة في منتهى البساطة والسهولة اللي هي اتنين متطلقين وكل واحد منهم جاي ياخد حكته من الشاشة ده كان قصة عنهي فيلم كان فيلم اسمه حكاية وراء كل باب فيلم فيه أربع قصص تلفزيونية تعرض يتعرض من دوقت تلتين بالتلفزيون فإلى أي حد كبروا مع بعض فاتن وحمد رمزي وفي كل السنوات فيه كيميا بينهم بعض لحد ما حصل وجه الأمر المسلسل برضو اللي هو الزوج العائد ده بع 30 سنة وعايز أسرته فهو دايما في كل الأفلام كانت فاتن حمامة هي اللي اختارته يا فندم في المسلسل هي اللي شرحيته فاتن حمامة كانت مخلصة جدا جدا للجيل اللي كان معها كانت مخلصة بتجيب دايما أحمد مظهر معها وشكر سرحان في أفلامها الأخيرة كل أي شغلها بتيجيب الجيل بتاعها معها يعني هي حتى فاتن حمامة جابت أحمد مظهر في المسلسل اللي عملت بتاعه سمان وراء كاشا اللي هو قد طلع في نظرة مدرسة فقد إيه السناء ده كان متميز دمير قبل حكمة فقد إيه السناء ده متميز وفترة حمامة كانت تعمل دهوت كويس قوي فده أحمد رمزي معها إذا أنا عايز أقوله أن هم سنة 63 راحوا عملوا فيلم اسمه أين ولدي فالفيلم ده ما تكملش وفق فيه يعني إيه رمسيس نجيب ما عرفش يكمله أو كانت نفات الحمامة عندها حكاية الصفر دائمة وراء عمر الشريف يما كان بدايته بيسافر عطو طبعا براء وقت ما طلع يسافر ما تكملش الفيلم أنا شخصيا بقى ناشد أسرة رمسيس نجيب يطلعوا متصور من الفيلم ده بيعرضوها على الناس ونشوف أحمد رمزي ده وحاجة ما يسمى بالتنص الضائع فياريت الحاجات دي تشوفوا مع المادي مش موجودة عند حدنا ده لص وكالكاتب أحسن الكدوس ومفيس نجيب بحاجة كويسة جدا طبعا ووضح أن الفنان أحمد رمزي هو فنان تلقائي وكمال على سجياته سواء في الطبيعة أو في التمثيل وده كان بيبالمن الشكل الأبيرنس بتاعه أو الشكل الخارجي بتاعه اللي هو بيتني كمام وبيفتح الأميس وكان بيطلع كده في الإزاعي هلكنت تحكي لي قصة برا عن الموضوع ده وأحكيها لنا لو سمحت هو لشهره في الحكاية ده أنه ليلة رستوم كانت بتقدم برنامج تلفزيوني عن النجوم فجابت أحمد رمزي والبرنامج ده كان يبقى قبل الزمن باللي احنا فيه بتبقى المزيعة قاعدة مع الدف وابقى فيه مجموعة من الشباب قاعد وراء وإيه وإيه يعني على المثالي بيزيعوا على فكرة الحاجات دي على قنوات الأرضية فيه رد فعل للجمهور فأحمد رمزي رايح بعميس السكم ومشجر كده والسدر ومفتوح وقاعد طبيعي جدا وبيتكلم زيه زي الأفلام يعني محدش بيمثله لكن هو بيسأل كده وهي ليلى رستوم قد إيه كانت لطيفة وبارعة وتعرف تطلع منه لكل اللي هو عايزه فهو صدق الدور أو تسرب بطبيعة تلقائية شديدة جدا وأتجاوبها وفسألته دول المزيعة اللي هي كان جير غريب جدا فسألته يعني أنت أحكاية الشكل بتاع الأمز أنا نجة بتحب كده طالما أنا لو حد استأمني كنت هعمل حاجة تانية وتصرف على الشاشة بتلقائي شديدة جدا وأتمنى أنه أحد المحطات تزيع اللقاء ده بمناسبة أكيد في الذكرى بتاعته اللي نحن نعيشها أكيد هيزيعوا أفلام أكيد هنشوف الحكاية كان زمان كانوا بيطلقوا لحد الوقت يعني الألقاب على الممثلين سواء سيدة الشاشة أو لقب الدونجوان زي مثلا أو لقب البرينس زي أحمد مظهر مثلا فالفنان أحمد رمزي كان لقب الدونجوان هل في حد غيره في المرحلة دي كان يستحق لقب الدونجوان بالمقارنة بأحمد رمزي ولا هو كان الوحيد اللي كان يستحقه بجدارة من وجهة نظرك هو الدونجوان المقصود بيه هنا أنه هو صياد نساء لكن أغلب النجوم التانيين كان برضو الستات بتحبهم شكرا على الحياة نعمات حمد كل الستات حباته في السينما لكن هو بسموه سنيبر أو صياد نساء يعني يعني يشوف البنت كده يقول لك أنا أعايز أجيبها زي ما حصل كده مثلا في لستات الخالية الثلاثة نزلوا فراح أستاذ البنات وجابوهم وفي بعض المشات وبعض الأفلام نقول له أنا هروح أجيب البنت دي زي هني سلام يقدر يغلب البنات يعني سهل عليهم هو يغلب البنات حتى لو عايته ألم ولا حاجة كده فهو هتة الدونجوان دي هو صياد البنات والبنات بعد كده بيحبوه بيرتبطو به هو عمل ده كتير قوي في مع صباحه مع هندرستوم يعني قد إيه كان جذاب جدا يعني يشتغل بصراحة مع نجوم كثير يبتدى مشواره وكان منتشر جدا في أفلام كتير بدلين هو عمل 111 فيلم يعني أعتقد أنه مرحلة دي بالنسبة للنجوم في الوقت الكلاسيكيات كانوا بيعملوا الرقم ده يا فاندم ده من سنة 55 لحد سنة 73 لأنه آخر فيلم منه مهم رسم الحب تحت المطر وطلع أصدع كده وبنظارة كده يعني كان شكله غريب ففي فترة ديت يعني حواري 20 سنة كم ده بعد كده عمل 3-4 فيلم أقول أنه في الأول كان بيطلع كان منتشر جدا وكان بيطلع دور بطولة بس ما كانش بعد كده بيأخذ بطولة مطلقة يعني كان دايما يكون مع النجم اللي هو شايل مفروض الفيلم رغم أن أحمد رمزي مفروض أنه هو دون جوان ونجم مهم ومن الجيل المهم جدا وبعطيه طبعا أجيال وشنوريشنز كثيرة جدا زي حسن يوسف ومين تاني؟ حسن يوسف هو اسمه أفتكر اسم النواتي طيب يعني عايزة أقول أنه كان بيساعد النجوم كتير جدا في الأفلام ما كانش بيصر أنه هو دايما يطلع النجم الأوحد هو الأول ما طلع شافوا فيه نجم مختلف ففي سنة 55 طلع مع ست سبع أفلام مع مخرجين مهمين جدا مع فاتر حمام ومع إيمان يعني مثلا يشتغل مع عاطف سالم في حاجة اسمه صوت من الماضي عن قصة يوسف يسدين عيسى اللي هو الطبيب اللي حلم صغره أنه حيموت للي تعيد مناده الخامسة والعشرين فاكرية طبعا فاهمنا فيلم فانتازي وكان جميل قوي فأم ببطولة ما ست أفلام بطولات مطلقة وبعد كده فاكده شفناها بدأ بقى يخش بقى في كاتجوري إنه هو ما يبقاش البطل الأوحد بدأ يقوم مع النجوم التانيين في الأفلام يعني في مثل ستة الخمسين دي مثلا نفسها يقوم فيلم سموضعة تحبك مع فريد الأطرش واحد منك ضمن الكمبارس اللي مع اللي مع فريد مع فريد الأطرش سيد بدير ناس كتير ومع سمعين ياسين عمل معه مساعد هو رجل التاني في حوالي خمس أفلام سمعين ياسين في دمشي ابن حميدو ناس كتير سمعين ياسين في الأسطول يعني في الحقيقة بما أنه فقرتنا خلاص يعني أوشكت على انتقل مش أوشكت هي خلاص انتهت فأنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة يا فندم وأكيد لنا لقاء آخر بقى تكلمنا فيه باستفادة أكتر عن الفنان أحمد رمزي ويكون عندنا برضو نجوم تانيين حابين نتكلم عنهم نعرف سيفي بتاعهم حاجات كتير قوي عن أعمال يريد تعمل فقر يوميا نجوم لا تموت وبجد بيعلمون حاجات كتير قوي عادة الناس بترجع للتاريخ سواء في أي حاجة في الدنيا في أي مجال عشان تعرف مصير الدولة فبجد بشكرك على وجودك معنا أنا بشكر حضرتك مشاهدين كان معنا النقد الفني محمود آسم كنا نتكلم عن رحيل فنان أحمد رمزي عننا مبارح وربنا يصبر أهله ويصبر المصريين والوطن العربي كله هنسيبكم مع فاص ونرجع مرة تانية نسم كاملين معاكم في نهارك سعيد